موسيقى سلام البنات لابس عليكم هانين تمنى تكونوا كامنين بخير تطلت عليكم باش حط وصفة جديدة كما كنتوا عافين كنت عندي الوليدة ديالي واليوم جيتكم بالجديد سنشارك معاكم الكوكيز اللي كنديرو الوليدات واللي كيحمق عليه الصغير والكبير بوحدة منكها غزالة مقادر بسيطة وطريقة بسيطة ولكن واشا نقولكم البنات اللي دا روعة روعة اني متأكدة الى جربتوهم ما غالش يبقوا يخطاكم الدار لانه مسائلين وكيتوجدو في واحد المدة وجيزة هنحتاجوا فاد الوصفة كما بيلكم في الصورة جوج بيضاء ساشية ديال الفاني بيضاء وصاشية ديال خمرة ديال حلوة ميتين قرام ديال الزبدة اللي هدي ندوبوها وكاس عمبا ديال السكر اللي عندو سكر البوني يقدر يديرها كيجي غزال غزال دا بقى انا كتافيته نايب السكر عادي وشوية ديال الملحة بحينا بحسب الخاليط وشكلات اللي بغى يشري هاداك الحبوب ديال الشكلات اللي كيكون واجد واللي جا غالي يقدر يجيب شكلات غي هاكا النكهة اللي كيبغيها اي شكلات بغيتوها انا انا ديرها غالة لتايا لدى ديال هزوينة غادي نبعدو غادي نقطحها طريفة طريفة باش نزيدها في العجن اول حاج غادي نحتاجوها في المقادير غادي نديرو جوج بيضات فهي كافية كبار ومبعد غادي نزيدو واحد الكيس ديال الفاني اللي بغى يزيد في هاد المقادير واحد اربعات ديال معالق ديال الكوك يعني جوز الهند فيقدر يضيفو كي يجيز وين بزافة البنات يوم انا مادرتوش كتافي تغي هاد مقادير الاصلية ديال الكوكيس جربوها البنات والله غادي تعجبو وليدتكم بزاف بزاف وحتى انتم ما هل تعجبكم وساهلين وتقديت تستغليهم ده بفاد الوقتة ديال السيف كان نحيرو اش نعطو لولادنا في القوتي ولف الصباح باش يفطرو ومزين انت حتى في الوقتة ديال الدراسة كي ديهم معهم المدراسة لهم الماضلينات تم بعد وغادي نشارك معكم جموع ديال الماضلين نتقدو توجدو من الولاداتكم باش يدديهم المدراسة مهم وزاعلات جربيضات وكيس ديال الفاني كاس ديال السكر خاشين وخلطه مزيان مزيان البنات كي ما بايلكم هنا حتى بدك يتبدو اللون ديال هاداك الخالط وشديت هديك 200 جرام ديال الزبدة يمكن غادي ديجي تقريبا كاس ديال العنبة ديال الزبدة دايبة وغادي نخلط هاد المقادير مقادير بسيطة وسهلة وغادي تعجبكم متأكدة غادي تعجبكم ومتأكدة انكم غادي تزربوها وغادي ديكم لديدة بزاف بزاف لانها وصفة سهلة كي ما اذكرت سافين بعد هنا من خلطة المقادير غادي نزيد شوية ديال الملحة باش كتعطي واحد منك هزوينا فيهم القبيسة وغادي نزيد واحدة ساشي ديال خمرة ديال الحلوة كافية وغادي نغرب لها البنات طروري نغرب لها وغادي نبدأ نضيف طحين وننخلط حتى ننسى لها الكيمياء كاملة وغادي نبدأ تقريبا غادي دخلك في المقادير مثل تكيسان ديال الطحين حتى تلت كيسان ونص على حسب جودة ديال الطحين اللي عندك غادي دخلك في المقادير ويمتما حاولوا أنكم تخلطوها وديروا بيدكم هكا العجينة يعني ما تكونش تلصق وما تكونش قاسحة إلا كانت تلصقها دي تسيح بزاف ولا كانت قاسحة دي يجي مدقص لداخل القطو يعني حاولوا كما تديروا القطو اللي عادي لأن العجينة ما تكونش تلصق في دينا وما تكونش قاسحة بزاف سوف ينادي نغرب ديك الكيمياء كاملة حتى نساليها اللي بناتش حلم واحد تسووني في الانستغرام على هاد الغربال اللي راه استكن هنا في وجداني قلتها لهم من ياخدو ثمان ديالو رخيصة البنات يمكن خديتو بمثين وستين ولا تلتمية درهم مش تلتمية درهم عفوان مثين وستين يعني تلتاشل درهم ولا خمستاشل درهم ما عنده دوك الناس اللي كيبيعوا الاواني ديال البلاستيك ولا هادو غزال هو بزاف بزاف يعني ما تخافيش اللي تصدالك هي غاية من هكا تخدمي به ضغية ضغية غسلة ونشفيه فكيبقى محترف بهادك الجودة ديالها كينفع بزافها كاف الحلوة ضغية ضغية كنا نغرب اللي فيها مهم بعد مما جمعت العجينة كي ما راها بينات لكم وقطعت هاداك الشكلات حوبيبات صغير ورين فانا هدي نحاول ندخل هادا شكلات فاد العجينة وشتو لا بغيتو تتزيدو فيها واحد ججمعالق ديال كاكا باش كتجي العجينة ديالكم بنية فتقدو تديروها انا اليوم خليتهم هاكا بويت قدرت فيهم شكلاتي يعني كينخيارات بزاف انا كل مرر كان العجينة كنديرها بنكها فشكل باش ولادي ما يحسوش بانها نفس العجينة وضغية كي يتلع لون فرص انها كوليداتي ضغية كي يملو الحاجة دون كل مرر كان نوع بعد المرات كان دير اغيه هاكا بعد المرات كان زيد واحدة ربعدين معلقات ديال الكوك او كان استغناء على الكوك وكان دير ججمعال معلقات ديال الكاكاو باش كتتدك اللون ديالشكلات يعني انتو مو الاختيار اللي ركو باغينو يعني غينو السلعجينة تقدو ندير بيها ثلاثة ديال الاشكا دابا بعد ما اجمعت ديالشكلات مع العجينة كي ما بايلكم في الصورة خليتها تقريبا ساف تلاجة باش تاخد ديالشكل الزوين اللي نقدو نشكلو بيه غادي ندير كويرات سواء صغيرين ولا كبار اللي كتحبوهم ربعد ما كتديروا كويرات ربما كتحشوها في الفران كتسيح يعني شوفو انتو مو اللي ركو باغينو هما في شكلات كبار كي جو زوينين وكي جو قريبين الكوكيز الاصلي كيتباع في المحالات فانا كنح نبغيهم كبار ويكونوا رقوقين هاكا وفي الحين كي جو زوينين في شكل ديالهم ساكلا عادي نكور كام من هاد العجينة ديالي خرجت ليس قريبا جو صناوات اللي يا سواء دهنو هاكا بالزيس يا لكن عندكم الورقة ديال المطبخ كي ما بينكم في الصورة قدو تستخدموه يعني اي حجبو تديروها تديروها غدي نكمل هاد الشي كاما نكورو نديرو كويرات على حساب الحجم اللي رحنا بغينو وفي هاد الوقتها انعني شال الفران ملتحتو من فوق غدي نديروهم الفران ديال الكهرباء كي يحمقني انا طيب فيه فغدي ندفحون فيهم ملتحت حتى طيبو ونقولين طلحهم فوق باش يزيدو يتفلحو او العكس ديالهم صافي كملتها البنات خرجوا لي تقريبا جو سنوات كبار بحال هاكا وغادي نشاركي معاكم دابا الحليب اللي ميكي يكونوا قاسين ولي ذاتي واحد الوصفة اللي بسيطة وكتفرحهم اه وبدعت فيها شفية شفية انا هنا في اول شي كان اخد اي خلاط كان عندي واحد الخلاط ديال الكهرباء ازويون غير لديك ضرب ديالو تلفلية فليموليت كانستعن بهاد موني ناكس اللي عندي صغيرة العجيبة اللي في المكان تشغزت كانخدم بيها والبنات لزاف سولوني عليها وني قلت لهم مين خديتها مهم كان ندير نفس الكيمية ديال السكر نفس الكيمية ديال كاكاو قم بحلة يجيب صغير للسكر لانهم من كيبغوش حلوة وفيها الكاكاو حلو وضانيت حلوة فأنا مكترت السكر ووربعة ديال المعالقة ديال كاكاو وربعة ديال الحليب ونضربوهم مزيان حتى نشوف ذاك الخالط بحلي شوية بدك يتقال هاد غدي نزيدو مبعد الكيمية دي الحليب اللي غدي شربوها ولي دا ذيك بحل هنا عدرت غير جوش كيسان يعني موجدته لهم واحد الكاس ديال دانت موهم فهاد موني نيكس درت جوج معلقة سكر حيت كل شي حلو يعني مغاشن كتر السكر بزاف مايجي باش ميجي مش حلو ودرت جوج مع اه جوج مع اه جوج مع معلقة ديال كاكا وعفوان وربع ديال معلقة ديال الحليب السائل وغادي نخلطهم حتى يتجانس هاد المقادر عادا مباد نزيدو الحليب اللي غادي يحتاجوه ولي داتي ونزيد معا هدا الكاس ديال دانت باش كيعتا واحد بنكها غزالة غزالة في هاد المشروب ديال الشكلات موهم كل مرة نبدعو حاجة جديدة لي بغيهو ولي داتي وان شاء الله عن قريب عن قريب غادي نشارك معاكم اربع ديال مشروبات اللي غزالين في هاد لوقيتها ديال الصد غادي بغيهوهم ولي داتكم وحتى موالين للدار شاء الله في اقرب اقرب وقت غادي ندير للكم واحدة وصفة رائع رائع موهم هنازد الحليب اللي كفيهم وزد كاس ديال دانت غادي نضربو وهوا المشروب ديالهم اصبح جايز هنا كنقولكم هالكيميا ديال الحليب يستا وهذا نون الكيميا اللي درتو وغادي نضربو بموني ناكس ديالنا العجيبة كين واحد ضرب واحد اخر حتى ما بعدو نشاركوه معاكم غا هو هادك السلك ديالو تودر ليه كيدير بتلتاش لدرهم كتطلع به الكابوتشينو هاكا ولا الحليب ديال الشكرة ديالك بواحد رغوة زوينة زوينة بزاف صافي احنا جينا في التالي ديال الفيديو هاو المشروب ديالنا واجد وجتولو لداتي والكوكيز ديالهم حماقوا عليه بزاب بزاب تتمنى انكم نتجربوه وديو تقولوا يا امينا احنا جربناه وتواصلوا معي في الانستغرام باش نشوف الشيوى ديالكم كيو خرجات لكيكم ولكنشي سيف صار كيم مديمة الانستغرام تواصلوا معايا كنبغيكم اللي بنات كاملين يلا بنات بسلامة اشتركوا في القناة